في الفيديو ده هنتعرف على اللي احنا شايفينه قدامنا ده. ده بنعمله من خلال اتنين اللي هما الامي دي سجمينتد كنترول والامي دي سجمينتد كنترول ايتم. وكمان بنعمل امبورت للامي دي سكرين. عشان اعمل سكرين. يعني احنا بنعمل ايتمز. وبنضفهم للسبينت ده. ده بضيفه للاسكرين. تعالوا نعمل السكرين. هكتب اي متغير. وليكن ماي سكرين مثلا يساوي امي دي سكرين. الامي دي سكرين. دي اللي بتعمل سكرين. ودلوقتي هعمل الامي دي سجمينتد كنترول. هعمل اي متغير. هسميه مثلا معي سيجمينتت كنترول يساوي م دي سيجمينتت كنترول. وبعدين هحدد مكانه فين. هخلي السنتر بتاعه في السنتر بتاع الوجهة عندي. فحكتب بوز اندرسكور هينت سنتر اكس نص وسنتر واي نص. يعني السنتر بتاعه في الاكس وفي الاي اللي هو النقطة دي هتبقى في منتصف الشاشة في الاكس وفي الاي ده السيجمينتت كنترول. هحطه جواء الايتمز. بعمل الايتمز بكتب ام دي سيجمينت كنترول ايتم. وبفتح قوس وبكتب اللي عليها. الاولي هسميها التانية في ميل التالتة اول. وبعدين بعمل لهم اد لمين دي الماي سيجمينت كنترول. يعني عملت الايتمز هنا هو وضفتها للسيجمينت كنترول اللي انا عملته. ودلوقتي هضيف السيجمينت كنترول للسكرين. من خلال الكوماند ده. ماي سكرين.اد ودجت ماي سيجمينت كنترول. وبعدين بعمل ريتيرن للماي سكرين. موسيقى 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 موسيقى